سلام المسيح مشاهدي قلقات الحياة وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة سلام ونعمة الرب تحفظكم وتكون معاكم اليوم وروح الرب يملاكم بالفرح والسلام والفهم الحقيقي لمحبته في حياتكم حلقة النهار ده حلقة خاصة عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أو المسواد ده اللي نزلت واختفت فجأة كده دي بتاعة مشروع القانون معنوان الحلقة هو خبايا مشروع قانون الأحوال الشخصية الحقيقة أن أنا لما يعني بتقيت أحضر الحلقة وأسمع كده بقالي فترة عمال أسمع إيه اللي بيتقال في موضوع مشروع القانون ده لقيت أن إحنا داخلين نفق مظلم فما كانش عندي صورة أفضل من الصورة دي علشان أحطها لكم عشان تشوف أنه الطريق يعني زرعو أجدادنا للتحضر والتقدم الطريق اللي الله وضعه أمامك لما الرب يقول كده أنا وضع أمامكم طريق حياة اختروه اختاروا طريق الحياة الله عايز خيرنا عايزنا نرجع له فبيديك الطريق اللي يطلعك لقدام مش يرجعك لورا 14 قر الحقيقة الصورة دي كانت أفضل صورة أحطها علشان تقدروا تشوفوا أن إحنا داخلين نفق مظلم داخلين إلى عصر حياخد الأسرة مش المرأة بس لا حياخد الأسرة في يعني تأخر ورجعية وانغلاق وحاسة أن إحنا باقي هيطلعو لنا اليشمك والعباية والملاية اللفة هترجع تاني يعني مش الكولتر مش الثقافة الحلوة بتاعت لبسنا الجميل الشعبي لكن اللي هو باقي المستخبي وراء الببان المقفولة فيعني وأنا بسمع شفت أنه تقريبا يعني فيه ناس كتيرة جدا تكلمت في الموضوع برامج كتيرة كل يوم الصبح والظهر وبالليل بيتكلموا في الموضوع بيستضيفوا محاميين وبيستضيفوا أخصائيين اجتماعيين وبيستضيفوا ناس في حقوق المرأة يعني ناس كتيرة جدا تكلمت وكل واحد وكمان ناس من الشعب وستات مثلا عندهم مشاكل ورجالة معترضين على بعض نقاط هذا القانون وكل حاجة فأنا وأنا بتفرج كده لقيت أنه فيه ناتج للسنين الماضية من التخلف ومن الانغلاق ومن قلة التعليم ومن قلة الفهم الروحي لمحبة ربنا لينا واللي ربنا عايز يزرعه فينا عشان نحب الآخرين كل ده مش موجود على الأرض بصراحة يعني الثقافة الشعبية اللي كانت زمان وأنا بكبر كده كانت الثقافة الشعبية تورينا أنه الناس البسطة كان عندهم أخلاق وقيم ومبادئ بيمشوا عليها صحيح كان فيه مشاكل اجتماعية كتير صحيح كان فيه مشاكل في التفرقة الاجتماعية الكبيرة لكن حتى الشخص الفقير كان بيتصقف وبيصقف عياله وكان عندهم أخلاق وكانت يعني فيه جدعانة وفيه فهم وفيه حاجات شعبية معروفة معروف بيها المصريين دلوقتي اللي أنا شايفاه على الساحة بيقول إن الحاجات دي كلها انتهت تماما وتحولنا إلى مجتمع المبادئ الأخلاقية الإنسانية فيه غالبا منعدمة غالبا لأنه لا بيحترم المرأة ولا بيعتبر الطفل ولا بيحترم الكبير خلاص الكبير الكبير ده مفهوم انتهى في المجتمعات الشرقية العربية دلوقتي فيه مستوى أخلاقي انخفض كثيرا وأنا بصلي إنه النهاردة الناس اللي عايزين يرجعوا الثقافة والحضارة والأصل الكويس ويعني احترام القانون والكلام ده كله يرجع تاني مرة تانية لكن كمان معرفة الله يعني معرفة الله الحقيقي أنا شايفة أنه يعني وأنا بحضر قلت أنا لازم أحط باقة من الأفكار اللي اتعرضت في الأسابيع اللي فاتت وكل فيديو حطه لكم النهاردة علامة على نوع من الفكر الموجود المسألة أن احنا مش قاعدين يعني معظم الناس اللي تكلموا محاميين وناس قانونيين وناس بتحقق إنسان وكده لكن المستوى الاختلاف الرهيب في المستويات اللي قدموا بيها الفكرة والناتج في المجتمع يعني مبهر جدا الكلام في موضوع قانون الأحوال الشخصية دايما بيرتبط بطبعا فيه ملايو خالف الشرع الإسلامي على طول نحن هنتكلم في قانون بيضعوه ناس متخصصين في حل مشاكل المجتمع القانون بيتحط ليه؟ علشان يحل مشاكل المجتمع مش كده؟ القانون يوضع للناس اللي مش عارفين يمشوا على القانون فيرجعهم للطريقة مش كده؟ القانون يوضع علشان يكون في عدالة ومساواة بين الجميع فبيوضع علشان الناس تلتازم بهذه العدالة القانون يوضع علشان يكون في أساس نمشي عليه أنا وانت واحد أمام القانون لكن من الواضح أنه عندما تتدخل الشريعة الإسلامية ما فيش حاجة اسمها أنا وانت واحد قدام القانون فيه فروق وفيه فروق رهيبة لا يمكن أنها تظهر أو تكون من إله عادل محب خلقك وخلقني لأهداف تفيد المجتمع وأنا وانت واحد أمامه فالناتج بتاع ده في المجتمع شيء رهيب جدا إصلاح القانون الأحوال الشخصية في مصر وفيه دول عربية كتيرة استمدت طبعا القوانين بتاعتها من الشريعة الإسلامية أخذ سنين طويلة بس أنا عايز أقول حاجة مصر فيما يخص المرأة مثلا ومكانة المرأة في المجتمع وكده كانت من أوائل البلاد اللي المرأة فيها أخذت مكانها في المجتمع في التصويت وفي القضاء وفي الشغل وفي الإدارة وفي التدريس وفي العلم الثقافة دي من أوائل الدول اللي حصل فيها كده الآن إحنا بنتقهقر بقى الست في المجتمعات المصرية اللي بتكافح وتجاهد جهات شديدة جدا في قوانين دلوقتي لقوها بس يعني طلعت شوية هتاخد نفسها فبيحطوها قوانين تاني عشان ترجحها الورى مع أنه الدول العربية اللي حوالينا زي السعودية مثلا شالت هذه القوانين وبتكافح لتجديد يعني وجه معاملاتهم للمرأة أمام العالم كل وبياخدوا خطوات في منتهى الروع وبياخدوا خطوات في منتهى الجراءة إلا بقى إيه إلا إنت إلا إحنا أنا يعني شايفة كده إنه من الحاجات اللي هتشوفوها والفيديوهات اللي هتشوفوها دي إنه كل واحد من اللي بيتكلمه كل يغني على ليله وأنا على ليلة يغني كل واحد في سكته ملهمش دعوة بأصل المشكلة مشكلة الأسرة وقانون الأحوال الشخصية في مصر كان فيه مشاكل كبيرة جدا من كذا سنة حصل فيه بعض التعديلات علشان تحل مشاكل الناس المتزحمة في المحاكم القضاء فاكرين فيلم فاتن حمامة أريده حلا ده كان يعني من أكتر الأفلام اللي وراتنا معاناة المرأة المصرية في الزواج ومع الزوج المعنف ومع الزوج اللي بيحتكر حياتها وينهي حياتها هي وولادها ووقفتها في المحاكم والصورة الحقيقية لإزدحام المحاكم بنساء ليس ليهم أي مفر فكانت مشاكل كبيرة جدا في المحاكم المصري فبعد كذا سنة قالوا إيه إحنا هنعدل هذه القوانين وندي للست يعني الحقها في موضوع الخلع لما عملوا موضوع الخلع المحاكم يعني ارتحت شوية بس ازدحمت أكتر بالستات الحل الوحيد بتاعها إنها تدي آخر إلشف جيبها عشان تخلص من الراجل اللي قارفها ومعنفها وتعيبها هي وعيالها فعملت مشاكل اجتماعية تانية يعني الخلع هو الحل الإسلامي لأن الست اللي مش عايزة تعيش مع الراجل اللي هيبدل يقارفها لحد ما تسيب هدومها الحلها الوحيد إنها تعمل للخلع ده الحل الإسلامي مش عاجبك اعملي خلع وتفعل اللي وراك واللي قدانك ده أيضا عمل مشاكل اجتماعية أكبر فدلوقتي فيه يعني محاولة لأنه يكون فيه تجديد في هذه القوانين المفروض إن ده يصلح المشاكل الاجتماعية لكن اللي حصل إنه يعني المسودة اللي موجودة ظهرت فيها إجحاف غير عادي للمرأة وكأنه الهدف استعباد هذه الست المرأة المصرية هترجع تكون في تحت الولاية وتحت الوصاية وتقدرش تتحرك وتقدرش تخرج والكلام ده كله أنا فاكرة من سنين طويلة لما كانت أمي تحب تسيب البلد أو تسافر أو تعمل بيزنس أو تعمل أي حاجة كان لازم برضو يتمضلها مع أنها هي الست اللي كانت يعني بتقود البيت ولكن برضو لازم حد يمضلها يعني شيء مزعج جدا أنه في الأيام دي الست لا تستطيع أنها تكون لها أهلية بسبب قانون جديد عايز يصلح فياخد الست من الصورة خالص خلينا أشرح لكم بعد شوية عايز أقول حاجة أنه لجوء المشرعين لموضوع الإصلاح ده أيضا لأنه المشرع نفسه والقضاء نفسه عندهم حالات من الإزدحام في قانون في حالات العضاية الأحوال الشخصية غير عادي بيقولوا أنه في 2500 قضية أحوال شخصية تقدم أمام المحاكم كل يوم وأنه المحاكم مزدحمة بشكل غير عادي وغير معدة أو مستعدة من ناحية القضاء من ناحية المحاميين من ناحية الحاجب اللي بياخد من ناحية الناس اللي بيكتبوا اللي هم الموظفين اللي بيقوموا على إعداد هذه القضايا والتعامل مع الناس من ناحية المباني حتى إحنا نشوف كده في التلفزيون دار القضاء العالي مثلا فتلاقيه مبنى كبير وكده لكن الواقع إنه المحافظات وال الأقليم كلها المحاكم فيها حاجات صغيرة وقوة صغيرة بيتعاملوا مع آلاف من الناس في اليوم كوارث فالقضاء مش عارف يتحكم في هذه الأمور ولا ينظم الحياة الاجتماعية للمتضررين في 2400 حال الطلاق يوميا حالتين كل دقيقة يعني شيء مرعب إنه يكون في 2400 حال الطلاق كل يوم عندك مشكلة الطلاق والجواز والطلاق الشافهي والطلاق التحريري والكلام ده كله كلها يمكن تحل بتقنيات الغرب عملها يعني قابلنا بقرنين ثلاثة كده يعني في حاجة اسمها زواج مدني في حاجة اسمها محكمة تحل المشكلة والكلام ده كله إحنا إحنا لسه بنعوم في مستنقع الشرع الإسلامي اللي لازم الراجل يقول ولازم الراجل ياخد ولازم الراجل يكون له فين الست فين الأبناء فين الحضانة وفين الراجل نفسه كمان حتى من حقوق الراجل نفسه يعني حتى موضوع الحضانة في الإسلام ده كارثة من كوارث العالم يعني عملكوا حلقة خاصة عليه لأن الراجل موحف فيه لأن أنت قلت الراجل أنت لا تستطيع أنك تكون قبل ما بدك يبقى عنده سبعة سنين يعني ده نوع من المسألة مش ذكورية ولكن تحرم الأبناء وتحرم الأب كمان من أنه يكون أب مش عارفين يتعاملوا مع ده كوارث كوارث كبيرة لازم يحصل تعديل للبنية التحتية الموجودة لازم يحصل تعديل بس أنا عايز أجيب لكم النهار ده أول فيديو من مقابلة لمحامي معروف هو الحقيقة قال عبارة خلتني يعني أقف عندها الكلام في الأمور الأحوال الشخصية وخاصة ما يتلامس بصورة مباشرة من خلاف مع الشرع الإسلامي بيعمل إيه بقى شوفوا الفيديو اللي جاي ده هيعمل لنا إيه هيعمل لنا يعني صدمة كهربائية فبيقولك إن الحكومة حطت إيدها في الكهرباء خلينا نشوف ابتداء بتقدم بتحية إلى الحكومة على إن هي مدت إيديها وحطتها فيشة الكهرباء كل الناس بتخافت تحط إيديها فيشة الكهرباء صح؟ طبعا لأن ده ما لف شائع الحكومة عملت ده النهار ده هذا الأمر كان بيخوف الناس كلها كان عندنا قانونين مخوفين الدنيا كلها اللي هو الخاص بالعلاقات الإيجارية والإيجار القديم وقانون أحوال الشخصية تعالي نقول بعض المحددات فيما يخص هذا الأمر عشان نقول ليه أنا بشكر الحكومة أن هي مدت إيديها تاني فيشة الكهرباء ومسر على هذا المصطلح النهار ده ما بتتكلمي على قضية أمن قومي هذا القانون بيعالج قضية أمن قومي إن القانون ده بيدور حوالين منازعات ترتب عنها أطفال شقاق يصل عددهم إلى قرابة 15 مليون طفل وانت بتتكلمي ابتداء أن أنت عندك نسبة الأطفال في التركيبة السكانية حوالي 40.1 طيب التحية للحكومة فعلا واجبة الحكومة فعلا عايزة تجدد لكن علشان تجدد اختاروا الناس الصح انتوا فعلا حطيتوا ايديكم فيشة الكهرباء الكلام في اي حاجة تخالف الشريعة الاسلامية اي محاولات للتعديل او 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 الوضع يعني اعطاء الحق لصاحب الحق والاهتمام بالانسان لازم هيسبب مشكلة مع الشرع الاسلام لازم ففعلا الحكومة حطت ادها في حاجة يعني عاملة دوشة كبيرة بس عشان الدوشة دي تقل لازم نختار الناس اللي عندهم الوعي الكافي انه هما ينظروا لاحتياجات الانسان الاستاذ بيقول انه في 15 مليون طفل شقاقي يعني طفل في عائلات انشأت عائلات حظل فيها طلاق 15 مليون طفل الاطفال دي معظمهم معظمهم ما بياخدوش النافقة الكافية من ابوهم لانه المحاكم ما بتحكمش بنفقة كافية لانها ما عندهاش اصلا الادوات اللي تخليها تجيب داخل الزوج الحقيقي والعند اللي بين الزوجين بيحط الاطفال في النص فمفيش قانون يسند الطفل فعندك 15 مليون طفل في مصر بيتعذبوا متبهدلين بين ابو وام بيتخنقوا ومش بس كده بقى يعني العرب بقى والمصريين وطب يعني مش الاب والام بس ده العمام والخلان وكل داخل وكل واحد بيشد من ناحية وكل هديكلم الطفل من ناحية ده يعني ايه دي مشاكل نفسية لكن ايضا الطفل ده محتاج يروح مدرسة محتاج يعيش محتاج يتربى محتاج يعني يعامل نفسيا ونتعامل معاه نفسيا بطريقة ابنيه الكلام ده مش موجود في الغرب في محاكم معمولة للحاجات دي الطفل اول حاجة يبصولها لكن احنا عندنا الطفل ده يعني يعني مفيش خالص من الحاجات الايجابية اللي ظهرت في مشروع القانون ده هو موضوع الزيارة او الوقت اللي بيقضي الاب مع الاطفال هو كويس الموضوع الرؤية ده انه كويس جدا انه تحط لكن الحقيقة الطريقة اللي تحط بيها يعني خلتني اشوف انه المسألة انتحاطت قانون وعملته كده طبعة واحدة لكل ده ما بيحصلش بس عارفين الفكرة ده جاي من الشرع الاسلامي عمل كده حاجات استنبا واحدة اللي هي ايه زي ما بيقود الناس بفكر قيادة القطيع كده كله يمشي على الكل هو نظام واحد يمشي على الكل لا ايديك مش زي بعضها خناقاتنا مش زي بعضها صوابعك مش زي بعضها سوري كويس كويس انكم بتصلحوا يعني مش كده يعني يعني قوانين الطلق والجواز ما تمشيش على كل واحد كده زي بعضه قوانين الحضانة ما تمشيش على كل واحد زي بعضه فيه ام ما بتقدرش انها تربي الابن في اب بيكون مهم جدا في حياة ابنه ويكون صالح انه يعيش مع ابنه يعني المفروض ان الحاجات دي ليها ناس خبراء بيقعدوا يتكلموا فيها وينظموها وكده واهمية الاب والام المشكلة كبيرة اهمية الاب والام انه الاب والام لازم يكونوا الاتنين موجودين بالتساوي في حياة الابن ولازم يكونوا قدوة للابن حتى لما يتخنقوا فانا هتكلم على يعني من منطلق لو خدت قضية اتنين قالوا احنا صاري احنا اختلفنا هنتطلق ويعني كل واحد يكون في حاله عندك بيبي هيعملوا ايه في البيبي ده هيعملوا ايه الام هي الحاضنة لانه الشرع الاسلامي بيقولك ان الراجل ما يعرفش يتعامل مع الاطفال لحد سن سبعة سنين اللي هو سن الادراك بالنسب له اللي هو هياخدوا بقى عشان يبتدي يضرابوا عشان الصلاة عشان بقى بيفهم ده يعني شيء غريب جدا مع انه الناس في الغرب بيعملوا ايه يقولك احنا هنقسم الوقت بيننا انت هتخدي الطفل على حسب امكانيات الطفل واحتجات الطفل على فكرة النص والنص انا هرعى في الوقت ده وانت هترعي في الوقت ده انت هتخدي الاجازة ده وانا هاخده الاجازة ده وهكذا دي العائلات اللي حصل بينهم شقاق بس عائلات سوية ناس كويسة يعني بيحترموا بعض مافيش الكلام ده اين اين هذا من تيجي تزور ابنك ثلاث ساعات كل اسبوع يعني في قوانين تنظم مثلا حتى انه الحاضنين لازم يكونوا موجودين في بلد واحدة مايكونش واحد مسافر واحد ده يغير حقه في الحضانة الكلام ده مش موجود فيه تفاصيل لازم تكون موجودة لكن الفهم والعقل والانفتاح اللي بيخلينا ما نعملش كده ان احنا عندنا قيود من الشريعة الاسلامية وعندنا الازهر واقف يقول ايه ده ازاي تعملوا كده مفيش القوامة المش عارف الازهر واقف يزعق فالناس مش عارفة تعيش يعني ده بمنتهى البساطة القانون ده كمان ابتدى عايز ينظم موضوع الخطبة انا عايز ابتدلكم من الحتة دي انه عايزين ينظموا موضوع الخطبة ازاي بقى الخاطب يقولك انه الخطبة وعد بالزواج كيه يعني الخطوبة وعد بالزواج ماشي الخطوبة وعد بالزواج ده دي حاجة حقيقية لكن مش هندخلوا المحكمة يعني او هندخلها المحكمة لو قالت انا اسفة انا عايزة فسخ الخطوبة يعني فلازم الواحد يحترس من الموضوع ده انه انت مش لازم تحطلي قانون يقول لي انه الخطوبة قعدة بالزواج فين التربية اللي قالتلي احترم الست او البنت اللي انا عايزة اروح اخطوبها دي فين التربية اللي علمت الولد انه ما يتقدمش الا اذا كان جاهز وعارف وعارف انه هيقدر يفتح بيت والكلام ده كله اللي بيعملوا فعلا دي خطوات حقيقية للزواج اذا اختلفوا ونفصلوا ما فيش مشكلة العرف بتاعنا كان بيقول كده انه اذا اختلفنا على الاقل هتديله الشبكة بتاعته اذا يعني العرف عندنا انا لو واحد جي خطب بنتي وسبها ياخد الشبكة وهو ماشي طبعا هتعمل بيها ايه الشبكة يعني هتفضل فاكرة بيها ولا هو تمن دفعه للوقت اللي هيقضيه معانا يعني يعني دي كده حاجة غير مقبولة في المجتمع المصري انت مش محتاج انك تقنن ده لكن في مشكلة في الاخلاقيات خلاص الناحية الاخلاقية راحت فبقى دلوقتي اذا هي فسخت الخطوبة ترجع له واذا هو فسغ الخطوبة يسيب لها الشبكة ماشي احتياج احتياج لانك تقنن هذه الامور يعني فيها من التقليل من شأن المرأة وشأن الراجل اللي هي بتتجوزه كتير كتير يعني في حاجات اهم من حتة السيغة اللي هيجيبها لها حتى ولو كانت الماث ليه القانون لازم يدخل في ده علشان فيه مشكلة في الاخلاق عندنا مشاكل على الارض في الاخلاق اعايز اسمعكم الفيديو اللي جاي فيه راجل يعني واضح انه يمكن يكون سعيدي بيكلم على سجييته وبيمثل فكر وثقافة الناس اللي هو منهم هو راجل لطيف جدا بس اسمعه كويس اللي بيقوله تحدد له بالنسبة انا طبعا اخدت ابني وروحت اتفرجت على عروسة مثلا اول حالي بناخد طبعا حلويات وصور ومدرباتهم على بسير وبندمينها الزرف في مبلغ وخضره وبعد كده بنوعد وبنتعرف وتبعهم 24 نورات بعد كده بيتم الموافقة بروح بالزيارة كبيرة بقى بيبقى فيها عداية ودعك وحيات كتيرة بقى وبعد كده ما حصلش نصيب الحياة دي ممكن ترجع على ما ترجعش نمرتين هخش لجوال الزوجة التانية بقى يمكن الزوجة دي التانية اللي هو لانية احنا بيتخلفش عيال او مثلا مرضة او حيزة كده ورائل عايز يتجوز او واحدة مطلع عينه مثلا يعني كده انا متجوز ولا اتجوز على كده عاد اوكي يعني انا مبسوطة جدا بلطف الراجل ده والحقيقة الموضوع الكلام في موضوع المشروع ده لخبطه اوكي فابتدى بداية توريلك الثقافة اللي بتنظر للمرأة على انها سلعة رايحين يشتروها فيقولك اول حاجة كده بالنسبة ان انا اخد ابني واروح اتفرج على عروسة الناس رايحين يشترو وهياخدوا معهم زيارة بقى بطف فراخ حلويات دهب بتوريك على فكرة قرب الشعب المصري عموما يعني في انه لما هيروح يشوف عروسة لبنته لابنه هيباركهم برضو ويدخل دخلة حلوة ويوري قيمته للناس والكلام ده كل اوكي بس رايح يشتري هو رايح يتفرج يتفرج وده فكر الشعب الاسلامي على المرأة يعني رايح يعين بضاعة يعني شيء مرعب جدا اوكي الكلام ده لو احنا بنتعامل مع الزواج بصورة بالصورة اللي ربنا صممها مكانش هيكون واخد زيارة ورايح يتفرج على بنت او او يتعامل معاها كسلعة ابنه رايح يشتريها يشوف كده هتنفع هتخدمه كويس فاكرين ماري مونيب تديها كده حتة البندقة تشوف هتكسرها بسنانها ولا مش عارف ايه يعني شعرها طبيعي ولا مش طبيعي مسبوك ولا مش مسبوك يعني الكلام ده كله مستمد برضو من استخدام المرأة في الشرع الاسلامي ما هو كده يعني انا رايح اشوف عروسة للاستخدام لكن لو كنا بنفكر بفكر ربنا عن الزواج كان يبقى فيه مستويات أعلى كتير جدا من شكلها ايه وبيتها شكله ايه والكلام ده كله كنا حنكون بنسأل عن علاقتها بالله ايه أنا مفهومها عن الجواز إيه مفهومها عن تربية الأولاد إيه الكلام ده كله أنا ما اعتقدش إن الكلام ده بيتقال في المناقشات دي يعني هما مثلا الصورة الظاهرة إنه مثلا البنت تكون محجبة ولا مش محجبة بيتقال عنها إنها ماشية مطيها رأسها ما بتكلمش حد في الشارع ولا لأ لكن هي نفسها فكرها إيه قلبها إيه هتربي العيال دي إزاي ده مش موجود الثقافة تغيرت الثقافة تغيرت كان الأول بنروح ناخد الولد والبنت أروح أخد ابني ونقعد مع العيلة نتعرف على العيلة هنعيش مع بعض إزاي هنبقى عيلة إزاي دلوقتي أنا ببص السلعة دي هتناسب حياة ابني ولا لأ ما فيهاش أي الزواج مفهومه اتغير لأنه ممكن بعد شوية يروح يشوف برضو سلعة تانية لو قادر ويتجوزها عليها بقى أو يطلق دي وياخد دي يعني مفيش مشكلة لأنه الزواج في الإسلام عقد مش أبدي مش أبدي مش ارتباط أبدي لكن في المسيح الزواج ارتباط أبدي إذا بدلتم يعني في ارتباط في ارتباط مع شخص الله وتعيشوا بأمانة مع بعض يبقى ارتباط أبدي النقطة التانية بقى اللي هو كان مهتم بيها جدا هو كان دلوقتي عايز يشوف هياخد الشبكة ولا لأ والنقطة التانية طب أنا دلوقتي يعني لو الست مش مريحاني ما بتخلفش مش عارف إيه يعني أقدر أتجوز تاني ولا ما أتجوزش ولازم أقول لها يعني طب لما أنت خايف منها قوي كده عايز تتجوز تاني ليه يعني فالهم التاني أن أنا هتجوز تاني ولا لا أنا عايز كل شوية هتجوز عندي إمكانيات مش كده فشوف بقى النتيجة للتفكير في موضوع بس الخطبة والكلام ده كله النتيجة بقى أنه رد الموزيع نشوف الوديو اللي جاي شوف رد الموزيع بقيت نقطة يعني الراجل خد كريم بط وهو رايح يعني وخد دبدوب وشويات برطان يعني حيسلم الهداية دي وياخد إصال استلام بيوم لا طبعا أمه ليه إن ما يتم إثباته ما يمكن إثباته يعني إيه إثباته دلوقتي يا راجل قالك أنا روح تزور حيثبته إزاي شهادة الشهود يا راجل مع المستشار راحك جاي يخطب بنتي وجايب لها هدية حد عجران يشوفوها وياخد معاك دين شهود ياخد معاك دين شهود دلوقتي القانون يعني عايز يحط قواعد لموضوع ما فيوش مشاكل أصلا يعني يعني المفروض إنه العرف والأخلاق بتقول لنا نعمل كده أصلا بس كمان دلوقتي شوفوا بقى المشاكل اللي هتحصل أنا جبتلكم كم طبق بسبوسة وأنا جبتلكم إيه وأنا عندي صور ده أنا كنت بجيب أنا وهبهدلكم في المحاكم عشان ترجعوا لي اللي جبته يعني بيعملوا بيبصوا للأمور التفهة اللي المفروض تكون الأخلاق والتربية حلتها بس لإنه المجتمع الإسلامي بيفكر بيعني بحرفية شديدة ويعني عايزين يزبطوا كل حاجة لإنه يعني بيمشوا كده زي الحافظ مش فاهم راحت فين الأخلاق الاجتماعية اللي تربينا عليها وإحنا صغيرين فرد الموزيع الحقيقة بهرني قال طب أنا أصدق بقى هقول لهم ما ياخدوش صور وهم بيلبسوا الشابكة أو بيجيبوا الشابكة حل لهم ممنوع الصور مش هتثبت بقى عشان ما تتحكش علينا إيه ده؟ إيه نوع الأخلاق دي؟ هو ده نوع القانون اللي هيثبت العلاقات؟ لا الشباب على فكرة مش هيروحوا لا يخطبوا ولا يعملوا أي حاجة ولا هيتجوزوا بعد كده من القوانين اللي بتوضع بلا فهم للطبيعة الإنسانية نعلم الناس وبعد أن نحط لهم قانون يثبت المشاكل مش كده؟ خليني شوف بقى الفيديو اللي جاي ده أنا حبيت أحط لكم بس يعني لمحة من الكلام على موضوع الخطوبة والهدايا والكلام ده من الصور اللي كانت واضحة جدا جدا في الفترة اللي فاتت هي صورة الرجالة اللي جالهم حالة انهيار لأن القانون عايز يضع ضابط في موضوع الجواز ما هي المشاكل بتكتر ليه؟ المشاكل بتكتر لأن الراجل من حقه التصرف الكامل في موضوع الجواز والطلاق والكلام ده وعنده الأدوات اللي يضغط بيها على الست فدلوقتي بقى فيه ضابط إضافي مش جديد على فكرة بيحاول يثبت موضوع الزوجة التانية ده فطلعوا لنا ناس كده من عينة المحامي عصام عجاج وهو الحقيقة أشهرهم دلوقتي على الساحة اللي بيوري فكر الإنسان المسلم عن المرأة وعن التعامل مع المرأة والطفل في العيلة هذا الرجل في كل الحوارات اللي سمعتها لم أسمعه بيتكلم في صالح الطفل مثلا في نقطة حق من حقوق المرأة بالمرة ولكن كل اللي بيعمله هذه الجعجعة اللي هنسمعها عن يعني كرامة الراجل المسلم المجروح بسبب هذا القانون نشوف الفيديو وأنا مش منحز للرجال ضد السيدات لا بس أنا بقول الرجال ليه بقول الرجال لأن احنا كرجالة في مصر حاسين احنا بقالنا فترة من سنة 2000 واتجاه كافة المسؤولين نحو اللي كافة راح عليهم تمكين المرأة تمكين المرأة تمكين المرأة لدرجة أن احنا النهاردة بنقول احنا قدامنا عشرين سنة عشان نتساوب المرأة يعني إذا كان اللي بيتكلم مجنون في المستمع عائل يا أستاذ عصام المرأة المصرية انت شايف انها واخد حقوقها بالكامل انت محامي لو انت محامي في الأحوال القضايا أحوال الشخصية شايفين قد ايه الست بتهان وتمتهن وتتبهدل في المحاكم ويتتخطف منها عيالها وما تاخدش نفقة ويدغط عليها عشان تتنازل والكلام ده كله انتو مش محاميين بتشوفوا القضايا دي مثلا ولا ايه يعني ولا لانه دلوقتي حيتلمس حق من حقوق الراجل اللي انتو بتقولوا عليه حق لكن الله لا يقول عنه حق أبدا الحقيقة انه يعني الاستاذ عصام والناس اللي تكلموا في الموضوع ده بالحدة دي بيوروا فكرة الراجل عن مكانة المرأة في حياته وفي حياة المجتمع بشكل كبير جدا نقولك انا مش منحز للراجل خالص لا احنا هنشوف بقى هو مش منحز للراجل ازاي شوفوا الفيديو اللي بعد كده طريقة كلامه عن المرأة المصرية اللي المفروض انه هو يكون يعني وهو على شاشات التلفزيون كده يكون بيحترمها شوفوا هيتكلم عنها ازاي كل ميت ست بتنفصل عن زوجها منهم سبعة وتمين واحدة خلع وكأنه نصحين دي ارقام مدققة ارقام جهاز المركز للتعبئة والاحسن نعم فضل فان تيجي تقول لي ليه اقولك اللي بيرزع الباب وهو خارج من البيت الراجل بيترفع عليه ده واخلع هتقول لي النهاردة في استقامة تيجي تطلع لي قانون اسود من السواد اللي هو اللي موجود اللي هو موجود ولا المشروع اللي جاي اسود ده احنا كنا بنتخانق وبنقول القديم مم بلوة ده طلع عشر بلاوي مم سبعة وتلاتين مادة فيها ضرب للرجل ضرب 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 مفيش تيمة مين يضرب كله حبس ميه حبس كله حبس للرجل مم والست ما تعملش كده يا قطة يسا في مادة واحدة بعد يصدى حضرتك يقولي اللي عندك نعم بعد يصدى حضرتك حالك تتكلم اه وتنظيم اه وتنظيم الحلقة اه انا اقول ليه انا اقول ليه اه بتعملش كده يا قطة اقولك ليه يعني مش عارف استخدم اللفظ ايه يوصف الطريقة اللي بيتكلم بيها عن النساء عموما متعملش كده يا قطة فرد المزيع كان معلش اما الست قاتلوا ايه قطة ايه فقالها لا 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 معلش انا 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 اللي هنظم ما ردش وقال له عيب ما ينفعش يعني انك تتكلم عن الستات بالشكل ده ايه يعني متعمليش كده يا قطة دي ما هي المرأة في نظرهم على طول مستهن بيها فلازم يتكلم عنها بتسفيه الستات اللي قاعدين اعتاردوا التلات الرجالة اللي موجودين اللي اتنين يعني ادي عصامة الجاجة هو هو اللي بيقولي يا قطة ويكررها تاني حدش قال له عيب ما حدش قال له عيب فبصوا بقى يمشي من ما تعمليش كده يا قطة ليه يعني الضرب في موضوع المرأة والناس اللي بيوضعوا هذا التشريع بشكل كبير جدا الاستاذ عصامة طلع له فيديوهات كم هائل من الغضب ومن كل كلمة تتقال دي هتكلم فيها الاسبوع اللي جاي انه كل اعتراض اعترده اي حد سواء كان راجل او ست في حاجة تخالف الشرع الاسلامي يقولك لا انتو ما تخالفوش الشرع الاسلامي لا ولاية لامرأة القوامة للراجل وهكذا اوكي يعني كم كبير من الفيديوهات كل حاجة رجعها للشرع الاسلامي كل شوية رح قال لك اي قرآنية طب يعني على فكرة مصر فيها ناس كتير مولودين مسلمين ولكن لا يؤمنوا بالاسلام سواء كانوا انتقلوا للمسيحية او ملحدين او لدنيين بالمرة انا يا سيدي مش عايز الشرع بتاعك ده يمشي علي احترمني ك انسانة والناس دي اللي بتتكلم عارفين كده عجبتني التويتا دي من ثورة نساء مصر بتقول كده الشيء الغريب ان ده طالع يقول القانون ظالم للرجل المصري عشان بيخليه يدفع نفقة وانه القانون بيسمح بالخلع وكل ما حد يتكلم عن تعدد ووساية وقوانين كل ما بيتكلم يتكلم عن تعدد ووساية وقوانين مهينة للمرأة يقول لهم ده الشرع روحوا سأله الأزهر البلطجة الإسلامية الزكورية بقت هي المتحكم الأول والأخير وما فيش مفر من مصرستان الداعشية الأزهرية انا بصلي بقول رب في اسم يسوع تفتح العيون والقلوب وتلمس الاستاذ عصام نفسه لمسة من عندك انه يرى حقك ومحبتك ليه هو شخصية في اسم يسوع واحمي رب مصر من انها تكون مستخدمة في يد الشيطان بالطريقة دي ضد بناتك وأولادك والإنسان عموما يا رب يعني أنا بصلي حرية للعقول المرتبطة بهذا الفكر الظلامي عجبتني التويتة دي لأنها حقيقة بتتكلم عن الرؤية اللي بقت واضحة دلوقتي انتو عايزين تاخدوا مصر الف سنة وراء الف وربعمائة سنة وراء والست والاطفال ما زالوا بيعانوا معاناة شديدة ومع ذلك العقل الزكوري بيحكم الشارع المصري عموما العالم حوالينا بيتفتح واحنا بننغلق وننغلق وينتشر ويستمر فيه ايه فيه ايه الاستاذ عصام عجاج لأنه المزيع ما سكتوش فتمادة بقى شوفوا الفيديو اللي جاي اتجاوز على امراته يحبس اللي اللي مشهدش طراؤه يحبس اللي مشهدش الرابعة في توسيك رسمي يحبس اللي 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 ما يديش نفقة يحبس في المادة اه ستة وسبعين مقرر من يحبس شرعي ويحبس جنائي ويحبس خدمات حكومية تتمنع عنه بيعرفش طلع بطاقة ولا جواز صفر ولا خلاف عشان خمسين جنيه ده رأي ولا في القانون ده قانون ده قانون ده قانون المواد طبعا بلا تهكم وبلا مبالغة وبلا مبالغة وعلى مسئوليات وانا ألتال حضرتك حج عيشة والحج ضوحة والحج صبحة قعدوا وما بعملوا محشي وعملوه عملوا هذا القانون وما بيقاوروا المحشي يعني شايفين ازاي انا قال اقولك بلا تهكم وعلى مسئوليتي انه العمل والقانون ده الحج صبحة والحج ضوحة والحج مش عارف ايه وهم بيعملوا المحشي فالموزيع بقى قالوا ايه بعد كده بيقولوا لا ما ينفعش ودول يعني اللي وضعين القانون وكده عارفين ليه هو علق التعليق ده علشان هو بيتكلم دلوقتي على البرلمان فما يقدرش حيروح في الرجلين بقت حاجة سياسية بيضرب في المشرعين رد هنا لكن لما قال على المرأة عموما في مصر ما تعمليش كده يا قطة قالوا لا انا اللي بنظم الحديث ما تقطعش العقلية الذكورية لا ترى الأذى لانه اللي قاعدين حواليه موافقين على الكلام اللي بيقولوا وحتى مراجعته للأمر ده ما كانش يعني مش حاجة حقيقية بعد كده بيهذر معه بيقولوا لا معلش بقى اشيل المحشي بلاش المحشي قالوا خلاص صحابنا المحشي بيهرجوا ناس بتهرج في مصائر بشر عايشين في ألام شديدة طيب خليني أخذ مكلمة مين معايا أوكي طيب قولوا لي لما تبقى جاهزة المهم يعني الهزار في مصائر الناس لكن خليني أقول لكم حاجة كل الهيسة اللي حصلة دي عايز أقول لكم إنه القوانين دي قوانين العقوبات اللي موضوع على الزوج اللي لا يخبر الزوجة بزواجه التاني دي قوانين كانت موجودة قبل كده المادة 11 مكرر من القانون الأديم بتنص على إعلام الزوجة وإنها من حقها طلب الطلاق في خلال سنة من إعلامها وإن الزوج اللي يخالف والموثق اللي يخالف يتحط لهم حبس وغرامة بس القانون الأديم اللي كان أعتقد في 2000 يمكن يعني غالبا كان في سنة 2000 أو قبلها كان بيقول إنه حيدفع تقريبا 6 شهر حبس و من 50 لـ 200 جنيه مصري دلوقتي هم عملوها السنة حبس ومن 20 ألف لخمسين ألف لأن الجنيه طبعا يعني اختلف ولكن لأنه كمان الأمر جلل الراجل بيعمل اللي هو عايزه ويطلق الستة أو يتجوز عليها 2-3 وهي مفيش عندها علمه ولكن أيضا هو بيعمل الغرامة دي مش عشان وقالش لمراته عشان قصر القانون خليني أخد مكالمة سارا أوكي هلو سارا هلو مرحبا هاي أهلا بيكي مرحبا معلش قسم حضرتك أه اسمي أماني أنا فكتفكة إنك بتتكلمي إنجليزي يا سارا قالوا لي بتتكلم إنجليزي أه طبعا اه طبعا تفضّى لي حالت أوكي حدثي كنت عن تزحكي عن الخلاء ووصفت في الخلاء والزيارات والحضانة أه طبعا تفضّى لي حالت حالتك معي الصوت في لا واتي التلفزيون أو في حاجة جنبك بتتكلم أو الشخص اللي قاعد جنبك تفضّى لي مرحبا أنا أسف هاي حدثتك شمعاني هلأ شوية أفضل أوكي هاي حدثتك عن الخلاء والحضانة والإساس هاي أنا أهلا حدثتك أهلا حدثتك إنتي كنتي عم تقولي إنه في النظام هذا اللي إحنا هلأ فيه في بلادنا هذا النظام الإسلامي ومستنقع أتوقع قلت كلمة مستنقع مزبوط مزبوط مستنقع التشريع الإسلامي قلت كده تمام طيب حدثت ممكن تفكيلي إيش البديل في المسيحية هاي القصة أنا بعرف أنا أريا الكتاب المقدس كتير مني وبعرف إنه لا طلاق إلا لعلة الزنا يعني بالبساطة لو الوحدة مش عجبها جوزها مثلا ممكن تطلق منه لو هو زنة أو هي زنة ففي كتير حالات الست تطر تقول حالها زانية أو الزنة ما بتطر تقول حالها زانية 10 دقائق على الحلقة لكن عايز أقول لك حاجة أنا هخصص حلقات للمرأة في المسيحية عموما وجاية قريبا جدا وحامل فيها سلسلة وحامل فيها سلسلة عن موضوع الطلاق في المسيحية وبالمقارنة مع الإسلام الموضوع طويل الكتاب بيقول ساري معلش الصوت بيرنف ودني الكتاب بيتكلم عن إنه الزنا يسبب أو كسر العلاقة بالزنا يسبب كسر العلاقة الجسدية والروحية اللي بين الاتنين دول لأنها لازم تكون علاقة مقدسة لكن الكتاب أيضا قد حلول للعمر وحنتكلم فيها ويعني الحكم العام على إنه المسيحية ما فيهاش طلاق كام بالمرة كده إلا لعلة الزنا ده مش حقيقي فيه طلاق لعدة أمور أخرى أنا في حياتي أنا طلقت ولم يكن فيه زنا من الطرفين أبدا لكن كان فيه إخلال بالعلاقة الروحية اللي بيننا والعلاقة الإنسانية اللي بيننا وده اختيار شخص لعواقب ونتكلم فيها في الحلقات اللي حصصها عن الموضوع ده أنا سعيدة أنك اتصلت يا سارة هي معي سارة أنا سعيدة أنك اتصلت وعارفة أني عندك أسئلة كتيرة ياريت سبيلي تليفونك وبرحب بيك تتسلي أنا عني سؤال أكثر أنا عني سؤال أكثر أنا عني سباحك لو حضرتك سمعني لو حضرتك سمعني عني سؤال سمعك يتفضل في نصف الكتاب المقدس بيقول إنه من تزوج من مطلقة من مطلقة تقدم حضرتك ممكن تقوليني كيف هذا عدل لفت المطلقة حاقولي حاضر حاضر لو اليوم ازعجت من زوجي حضرتك أكامل السؤال بعد إذنك لو أنا ازعجت من زوجي واتطلقت يبقى أنا مش هينفع أتزوج ثاني مرة ممكن حاضرتك تلاقي لي حال حاضر نلاقيلك حال عناي أنا عارفة أنت مصرر أنك تسألي كل الأسئلة لو أنا ما عنديش أي ماني أن أنا رد عليها لكن لازم أكمل بقية الحلقة أشكرك يا سارة وصيبوا لي تليفونها من فضلكم أوكي أوكي ربنا معاك طيب أنا عايزة أوضح حاجة أنا بتكلم على مشروع قانون بيوضع دلوقتي لا يحل مشاكل المرأة ولا يحل مشاكل الرجل ولا يحل مشاكل الأطفال أوكي مصدر هذه القوانين كلها مستند على الشريعة الإسلامية في الحلقة اللي جاية هتكلم أنا نهاردة عايزة وريك ردود أفعال الناس أوكي لكن في الحلقة اللي جاية أنا هوريك والكلام ده مستمد منين من الشرع الحلقة اللي جاية هتبقى كلها عن الشرع اللي سبب هذه المشاكل سارة يمكن أول مرة بتتفرج على الحلقة هي أو غيرها احنا قدمنا يعني كل بنقدمه مستند مستند على دلائل من مشاكل الشرع الإسلامي اللي سببها الشرع في حياتنا حياتي أنا كامرأة مسلمة سابقة والدتي عيلتي يعني فإحنا عشناها مش بنتكلم عن حاجة لم نعيشها ولكن نراها الآن إنه المشكلة الأساسية ارتباط القوانين بالشرع الإسلامي يقيد الحريات اللي ممكن تساعد الناس يعني يعني أديكم مثل بسيط في مسألة إنه الحضانة للمرأة إلى سن السبعة ماشي كويس الحضانة للمرأة إلى السن السبعة أو رفعوها للوقتي لخمستاشر موضوع الحضانة ده مكحف حق الراجل هو مكحف حق الراجل لأنه مستند على الشرع الإسلامي اللي بيقول له انت ما تقدرش ترعى الولد اللي محتاج لرعاية أمه بس وانت لأ أصلا الراجل ما بيقومش بأعمال الأعمال اللي بتعملها يعني المرأة يعني لو راجل مراته ماتت ما يعرفش ربي يولده لوحده لازم يتجوز والابن ده مش محتاج أبوي يكون موجود الخمس سبع سنين الأولانيين يعني كل ده جاي من الشرع الإسلامي مش من يعني أمه مختاره عاش وما بيحاولوا يلفوا حواليها بيحاولوا يتفادوا هذه المشكلة أنا كنت بقول أنه الموضوع ده اللي بيعترضوا عليه دلوقتي هو كان أصلا موجود في القانون دلوقتي مش موجود في القانون دلوقتي مش نافع فبيحاولوا أنه هم يضعوا عليه ضوابط أكتر وهي أنه رفعوا الفلوس اللي هتدفع الغرامة ورفعوا السجن لأنه اللي ما بيبلغش مراته المسألة مش أنها ضد مراته فقط ولكن بعيد مرة تانية المشكلة أنه بيكسر القانون ولي بيكسر القانون بيجازة بس أنت بتعترض علشان أنت بتقوله لأ ده حق الشرعي لأنه الشرع بيقول أنه غير مجبر هو غير مجبر أنه يخبر مراته القانون الجديد بيقول أنها من حقها أنها تطلق لو هو اتجوز من زوجة تانية سواء كتبتها في العقد أو لم تكتبها في العقد في الأول كانوا بيقولك لأ لازم تكون موجودة شرط من الشروط في العقد دلوقتي لو راحت المحكمة لو القانون ده مشي هتقول أنه عايزة تطلق حيطلق خليني أخذ مكالمة تانية الأخ ياسر مساء النور بيقولولي الأخ ياسر عابر أنا سماعك أهلا بيك يا ياسر أهلا حضرتك تفضل أولا أنا سماعك أماني حضرتك 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 أخطي ولكن إحنا كمان بيكسي بموجود حاجات كثيرة جدا طلاق حضرتك حضرتك في الكنيزة النساء بتصرخ بتصرخ إن مفيش طلاقة النساء وإذا ما الأسرة اتكلمت اتكلمت إن الكنيزة بترفض الطلاق وبيبقى فيه اتفاق بالزنة فعلا وحقيقة بين الطرفين عشان يتطلقوا ثانيا يا فندم المرأة في المسيحية ما هي إلا كنت حضرتك ارجع للكتاب المقدس فلتصمت نسائكم في الكنيزة وانت عابر بقى والرجل يسوط على المرأة بس أنا أنا هوقفك دي يا واحدة هوقفك دي يا واحدة يا ياسر يعني عيب عليك وعيب عيب صدقوني هو أنا في حد مسلم أو مسلمة بيدخلوا وأنا بقول بقولهم ما يتكلموش مش تزم تكذب وتقول إنك عابر أو مسيحي علشان تهاجم المسيحية يا ابني ليه كده ليه أهلا بيك عموما اعتراضك مفهوم هرد عليه في الحلقة اللي جاية قدامي دقيقتين يا جماعة صدقوني أنا عايزة أقول حاجة أنا مش بهاجم الأفراد ولا عايزة هاجم أي حد أنا بس بوضح زي ما بتقولوا كده عليه في مصر يقولوا إيه نبض الشارع بصوا للناس اللي حواليكم منهم مشاكل الطلاق في المسيحية أنا شفت مؤخرا البابا توادرس بيقول إنه المحاكم ممكن تحكم بالطلاق بالفصل بين الاتنين وإحنا ككنيسة نقدر نبحث الأمر من الناحية الدينية أيضا لا تحكموا على الكتاب المقدس من تصرفات طواقف أو كنائس أو بشر ولكن إحنا نحكم على الكتاب المقدس من ناحية مفهوم الله للأمر كله أوكي الحلقات اللي جاية هتكلم في الموضوع ده ولسه هكمل في موضوع المشروع القانون ده لإنه مشاكله كبيرة مرة تانية أنا بصلي إنه ربنا يعمل في قلوبنا جميعا إن إحنا نصلح من أنفسنا ومن عائلتنا وإننا نكون عامل في إصلاح المجتمع وأولهم ومن الأول كده بقول إنه المجتمع اللي علم الناس اللي زيكوا يجدبوا عشان يطلعوا يضربوا في المسيحية مثلا يعني ده مجتمع محتاج يتصلح ده دين محتاج يتصلح دين بيعلمك الخداعة في يعني كل واحد مننا يفكر في اللي بيعمله وأثره في المجتمع اللي هو عايش فيه بصلي من أجلكم ونستكمل الموضوع في الحلقة القادمة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر